مساء الخير عليكم معيكم الله رحمة كمال طالبة كلية الطب البشري جمعت بناها بالفرقة الثالثة ان شاء الله هشرح لكم هحاول اعرفكم بنفسي الاول انا بشتغل بعيد ثلاث سنين في مجال الريسرش انا يعني سابليدر في حاجة اسمها امدرو وديوكيتر معاهم في نفس الوقت انا البرزيدنت في بامرا بامرا ده كان موجود اونلاين في بنها ينفيرستي واشتغلت في حوالي سبع ستاديز كنت انا اوثر انواع مختلفة وكمان شاركت كالكوليبريتور في ثلاثة ناشونال وانتر ناشونال ستاديز لو حد حابب يستفسر عن اي نقطة هشرحها مش هتكون واضحة مثلا على حاجة في ايميل مكتوب تحت ياريت اي حد ممكن التواصل معاهم اول حاجة قبل ما ابدأ في الريسرش خالص احب اقول لكم جملة انا بقطادي بيها الجملة دي بتقول بمعنى غياب الدليل لا يعني عدم موجوده يعني مثلا على سبيل المثال لو في قضية قتل والقضية دي المحكمة قالت انها تقييدت ضد مجهولي مفيش حد ابا ضاري فده هيعني ان مثلا مفيش قاتل لا القاتل موجود بس هم ملاقهمش نفس الفكرة لو سمعت من حد بيقول ان البحث العلمي صعب ده مش معناه ان هو هيبقى صعب عليك ان انت تتعلمه لا خالص هو كل واحد له قدرته وانت قدرته ممكن تخليك ان انت تفهم البحث العلمي صح فنبدأ بقى ان شاء الله البحث يعني ايه اصلا بحث البحث العلمي الطبي او البحث عموما هو ان انا بيوقف مع اي مشكلة او بستعرض ظاهرة معينة ما بفهمها ايش فبحاول اكون سؤال هي ايه دي وابدأ ابحث مثلا اوصف بقى اشرح افسر لحد ما اوصل بطريقة ما لقيه حاجة معينة دي ووصل لمعلومات وداتا وابدأ بعد كده حل للداتا دي ومن خلال هستنتج result والresult دي تبديني conclusion او نتائج نهائية وخلاص وابقى كده انا وصلت للنتيجة النهائية وعرفت ايه المشكلة اللي كان بدأ بني فيعني research ده systematic question بعمله او explanation بيوصف لي ويوضح لي مشكلة معينة ومن خلال استخدام طرق معينة برضو وانهي الميستو دوليجي او study design اقدر اوصل لنتائج فممكن نعرف research على انه هو systematic collection of data والداتا دي بعد كده بيحصلها analysis و reviewing وابدأ اطلع بها بروسلط الميديكال research انواع وتأسيماته مختلفة كده فمنه ضمنهم laboratory research او ساعات بنسميه test tube research ونوع تاني اسمه clinical research وفي نوع ثالث بيربط بينهم اسمه translation research يعني ايه بقى laboratory research والكلام التبيره احنا كطالبة بنبقى في ساكاشن البايو او ساكاشن الفارما او ساكاشن الباسولوجي بنتعرض ان احنا بنشفل تجارب التجارب دي تعتبر laboratory research وكمان في قسم المايكرو يعني لو انت في المايكرو بتستغل على اجار او معك اجار الاجار ده يعتبر عملية بحسية اتعملت من خلال ان انا بزرع بكتيريا وبشوف مثلا افكت حاجة معين عليها او مثلا بجيب بكتيريا وزرع معاها من ضد ضحية ويوشوف تأثيره هتبقى مكومة له او لا ده يعتبر laboratory research او ان انا في الماعمل بايو بجيب مادة كيميائية خطع المادة تانية وشوف الرزولت ده يعتبر laboratory research او في الفارما او في الفاسيو بنجيب مثلا قليمة معين نحقنه برج ونشوف الميكانزمة بتاع الدرابي ده فال laboratory research هو research اللي بيوضح لنا الميكانزمات يعني على سوية المثال لما اكتشفوا البنسلم البنسلم ده مضى الضحية بدأوا يحقنونه في حيوانات مصابة بكتيريات معينة لقوا ان هو بيأثر فعلا يعني هما في الاول بدأوا بأجار لقوا بيأثر على البكتيريا وبينوتها فبعد بعد كده بدأوا يعملوا laboratory research على الانيميل يحقنوه في الانيميل اللي مصاب بالبكتيريا ليه ويبدأوا يجربوه لقواه بيعالج طب بيعالج ازاي بميكانزم معينة طب الدراج ده جوه الجسم بتاع الحيوان بيأثر على السيل سايكل ازاي وإيه ريسابتور اللي بيمسك فيه بدأ ان احنا نعرف المعلومات دي كلها طب بعد كده انا بتنقل لمرحلة تانية ان انا عرفت ميكانزم في الانيميل وعرفت ريسابتور عايزة شوف الحاجات دي هالي موجودة في الهيومن او لا بنجيب هيومن متعرضين لنفس البكتيريا اللي هما مرضى مثلا بالبكتيريا دي ونجيبهم نشتغل معاهم حاجة لتعرف بالclinical trials الclinical trials دي ليه اكتر من phase ممكن تكون phase 1 او 2 او 3 او 4 وهدفها هو diagnostic therapeutic يا شخص يا عالج فانا مثلا المرضى دول مصابين فانا عايز اعالجه بشوف دور البنسلم عايز اشوفه هيأثر ازاي عليهم بشوف البكتيريا اللي في جسمهم ليه البنسلم بقى هيحاربها ولا لا بشتغل phase 1 و phase 2 و phase 3 و phase 4 بشتغل بقى على سامبل معينة من البشر 1100 200 300 على حسب السامبل بتاعتي اقدر احسبها ازاي واشتغل عليه ولكن بعد كده انا بحتاج اتنقل المجتمع بيساعدني في ده translation research هو اللي بينقل لي المعلومة اللي انا اطلطت منها من ميكانزمات على الانيمال لهيومن وابدأ اشتغل علي clinical trials وهو اللي بيعملي implantation research وتنفيذ للبحثة والمتائج البحثية اللي انا اطلطي بيها من clinical trials للمجتمع ككل وده اللي اوضحولكو في الصورة الجاية اللابوراتوري research هو اللي طلع لي بالميكانزمات وهو اللي طلع لي بالtargets والموليكيول اللي اشتغلت فيها على الحاجات دي بدأت اعرف الباسيكس بتاعت research من خلال laboratory research بدأت ادخل في clinical research هو اشتغل phase 1 و phase 2 و 3 من clinical trials عشان مثلا اشوف دور البنسل مع السامبلية نسهل في علاج البكتيريا وهل هو فعلا افكت فعلا في علاج البكتيريا ولا لا وبعد كده ببدأ اشتغل phase 4 على مجموعة اكبر شوية يعني انا لو اشتغلت على patient في مستشفى ببدأ اشوف المقاطعة اللي المستشفى دي مثلا شغال فيها وبعد كده انتقل للولاية اللي المستشفى دي موجودة فيها وممكن بعد كده انتقل للدولة بصورة كاملة اللي هي community level اللي العالي من البوبيوليشا وبعد كده بناخد approvals من الهو ومن الFDA منظمة الجزاء والدواء والهو طبعا منظمة الصحة العالمية ان احنا مطبق الدواء دا ويكون موجودة على مستقل العلم كلين كالترالزي دي بتتكلف ملايين وبتحتاج سنين كتير جدا على انها تطبق طيب نبدأ للنقطة تانية ان احنا كده فهمنا ما يعني ايه مدى كالريسر وفهمت ان انا اللي انا بعمله في الكلية من ابحاث مثلا او من تجارب مثلا دي تظبر نوع من ابحاث وان الستوديس اللي بتتعامل على ان هي توصلني لدواء وتخليني يبقى في دواء متاح اللي هي دلوقتي بيستخدمه بتعمل على ابحاث كتير وبتاخد سنين طيب الابحاث دي انا ممكن احدد لو انا معايا بيانات معينة اعايز اختار ديزاين اعمل بالستودي اختاره ازاي اكوردنج لثلاث حاجات اقدر اقسم الستودي ديزاينز بمعنى الايم انا هشتغل اوبزيرفيشنال ستادي ولا اكسبرامينتال ستادي يعني اوبزيرفيشنال ويعني اكسبرامينتال اوبزيرفيشنال ستادي دي معناها دراسة تدخلية دراسة ملاحظية سوريا انا بلاحظ فيها انا ما بتدخلش الاكسبرامينتال هي الدراسة التدخلية انا ببدأ ادخل فيها بحاجة معينة واشوف تأثير الاوبزيرفيشنال انا مجرد براحظ براحظ البيشنت اللي قدامي ده اتعرض لايه وايه اللي حصله بينما الاكسبرامينتال لا انا بجيبي البيشنت واقسمهم على مجموعات واديهم ادوية واشوف تأثير الادوية دي طيب لو بنقسم على حساب الوقت ففي دراسات بترجع للهيستوري بتاع البيشنت القديم وفي دراسات بتشتغل في الوقت الحاضر بنسميها ساعات سنابشوت من كتر ما هي بتشتغل في الوقت الحاضر وما بتتباعش بعد جدا ولا بتعمل في الوقت وفي دراسات تالتة بتشتغل على المستقبل ولو قسمنا من حيث الدايتا ففي دراسات بحسية بتطلع لي ببيانات اولية وفي دراسات بحسية بتطلع لي ببيانات سنوية البيانات الاولية دي بيانات حصلت عليها الاول مرة وما كانش البحثة اللي اني قالها بينما البيانات السنوية او secondary research هي بيانات بالفعل نتجت ولكن كانت متوزعة بصورة مختلفة كل استودي بتقول حاجة فانا ببدأ اجامع الاستوديز دي كلها سبب وابدأ اعملها reviewing واناليسيس لو من حيث الايم فالexperimental study ممكن نوصفها بان هي clinical trials او control trials والcontrol trial منها نعلم random او non random بمعنى ايه ان احنا يا هنعزع البيشنط دول عشوائيا وابدأ اتعامل معها بصورة عشوائية خالص انا مش هيررف العشوائية دي بتختلف لها درجات انا ما يكونش انا كطبيب مش عارف او ممكن البيشنط ما يكونش عارف او ممكن احنا لو كنين ما يكونش عارف فين وفي حد ثالث هو اللي عارف الدواء بقى البيشنط ده بياخد دوائي وده بياخد دوائي تمام؟ او non random مش متوزعين عشوائية طيب clinical trial او control trial زي clinical trial هي نفسها بتبقى phasis قولنا قبل كده ان هي بتبقى phase 1, 2, 3 و 4 بمعنى ايه؟ اللي بيحصل بالزبط في ال random control trial او اللي بتختصر ساعات مثلا بال RCT او non random control trial بيحصل فيهم الاتي ان انا بيجيب مجموعة من البيشنط البيشنط دول بيبقوا different exposed بمعنى صحيح مطردية لحاجات مختلفة مجموعة بتبدأ تاخد دواء ومجموعة تانية بتاخد حاجة غير شابه الدواء هو مفيش في مادة فعالة ولكن هو عبارة عن جلوكوز او فراكتوز اسمه بلاسما البلاسيبو او البلاسيبو على حسب نطقك ده حاجة بتكون وهمية بديها للبيشنط واشوف تأثيرها يا طرى البيشنط ده كانت سايكوتك اكتر ما هو ديزيز دي يعني ولا لا وابدأ اتابع حالته وطبعا في دراسات بتطلع بالنتاج عجيبة يعني ساعات ممكن تلاقي البيشنط اللي بياخد بلاسيبو هو اتحسن والبيشنط اللي بياخد الدواء الحقيقي ساق حالته فدي بتبقى غريبة وده ساعات بتطلع الاخطاء كمان في السامبل فيعني الاندوم كنترول ترايل او الاندوم كنترول ترايل هي الملخص بتاعها العام ان انا بجيب مجموعة من المرضى بوزحهم عشوائيا او بأولاعة عشوائية والمرضى دول بيتعرضوا انهم ياخدوا ادوية ممكن ياخدوا دواء واحد قصاد بلاسيبو بدخل معاهم بحاجة اسمها انتروفنشن انتروفنشن ده اللي هو اللي انا هتدخل بي اللي هو الدواء وفي نفس الوقت بعمل كنترول او كمبير بي البلاسيبو او او درجة تاني حتى كمان مشارة البلاسيبو ممكن ما تتوقفش على درجات يعني انحنا ممكن نقارن بين عملية جراحية والتانية او عملية جراحية وعملية جراحية يعني ما بدخلش دراحيا اصلا فيعني راندم كنترول ترايل دي حاجات كبيرة جدا ونفس الوقت بتبقى مكلفة ومش قبلها للينا كطالبة ان احنا نشتغلها طيب الObservational Research ده له تقسيمة اسمها Analytics و Descriptive مش وقتها خالص ديوقتي بس المهم اللي انتو تعرفوهم ان الObservational Study 4 Studies Study اسمها cohort study و cohort بالانجليزي يعني مجموعة cohort study دي بيجيب مجموعتين مجموعة منهم اتعرضت لحاجة ومجموعة ما اتعرضت شي للحاجة دي واشوف اين نتيجة بمعنى مثلا احنا في فترة الشتا وفي برد والناس بتتعب فانجيب شفت مجموعتين مجموعة اخدت الفاكسين بتاع الانفلوانزا ومجموعة ما اخدتش الفاكسين بتاع الانفلوانزا وعايز اشوفوا الرزولت هلاي مجموعة من الى حدت الفاكسين مجموعة الى مخدتش الفاكسين فيهم من اسم تعبت جالها اوتكم بتاع ان حصل مها انفلوانزا فانا هنا بشوف بشوف مين بقى اللى اخد الله الفاكسين وخافووو مين اللى اخدت للفاكسين ومخافش وقال له انفلوانزا وبالنسبة الى مناسة الى مخدتش الفاكسين ونمتظفهن بشوف هم خفوو هم تعبو ومر متعبوش يبقى أنه قلت بالكهر تستقدي بالنسبة لي هين يأخذ مجموعة 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 إتعرضه و مجموعة ما تعتقدته و wivesو التعرض وسaldoه مجموعة أخذت فاكسين دي و يطر حصلوهمMan Advance أو لا و مجموعة تانية مِيخدوش فاكسين و يطر جلهم Anthony, thats ci�� علي عكسها الاستادي الجنبها هي Practice Control Study The Case Control Study هي في الضغط عكس الكهر بمعنى أنا هنا كنت في كهر والناس هي متعرضة لأكسوبوجيا وأنا بشوف الأوات كاب اللي هو مرضه جاءهم انفلوا عن زلق هنا أنا في الكيس كنترول بشوف المرض أنا جالي ناس تعبانة عندها انفلوانز هاي عايزة أشوف الباست بتاعهم الماضي الهيستروي بتاعهم البيشنت دول خدوا الفاكسين ولا ما اخدوش دول كسين فده بالنسباني هو ده الكيس كنترول أنا بتابع أشوف الماضي بتاعهم خدوا اتعرضوا للفكسين ولا ما اتعرضوش له. تمام؟ فين هو التالب بقى اللي هو cross-sectional study. والcross-sectional study ساعات بتبقى descriptive واناليتك بس ده مش وقته في شرحه. دي اعتبر مهم من قدوعة studies بتبقى snap shot. يعني ايه snap shot؟ يعني في الوقت الحاضر. Brazil. الا study دي ببدأ اشوف فيها حاجات زي ايه؟ حاجات اسمها prevalence. معدل انتشاف. يعني انا نزلت بسيرفي للناس بقول لهم يا جماعة انا عايز انتوا عمركم كام? اه موظمهم مثلا فوق ال 50 سنة. اه عندوكم امراض مزمنة اه عندانوا امراض مزمنة. فانا طلعت بنتاج ان الناس الكبار في السن عندهم امراض مزمنة. اه في مصر. اه طلعت مسلا عايزة اشوف معدل انتشار الهايبر تنشن بتوين الال اي جيو في مصر. فابنزل بسيرفي انت عندوكم مسانة جمعة. الناس كلها كبار في السن. موظمهم عندهم هايبر تنشن. يبى معدل انتشار الهايبر تنشن بين الناس كبارة السن في مصر. مرتفع مثلا. فببدا ده ده هو مفهوم الكروس سيكشن التاضي وده ممكن اعمله من خلال استبيان او من خلال انتر فيو او خلال ريكورد اسجل وبعد كده اسمع الداتا دي. اه ده بالنسبة للكروس سيكشن. طب اخر نوع خالص الكيس سيروس والكيس روبرت. وده مثالها سهل جدا واقعي حاضر لينا ان احنا مثلا على سبيل المثال في شهر دسمبر. الصين مسلا سيجيلة حالات كروم. اول حالة راحت المستشفى راحت مسلا بكحة نشفى. ديق تنفس او نفس بتاعها قصير. وفي نفس الوقت عندهم حمى درجة حالتهم مرتفعة. البيشنت ده او البيشنت ده. الوحيد اللي راح اتشخص كده و لما عمله بي سي ار لقوه صارس بوزيطف. ولكن الفيروس اللي جوي جسمه متمح و مختلف عن الصارس و اعراضه غير الصارس. بالتالي دي كانت حالة جديدة لحاجة جديدة حاجة رير عليهم طبعا بنسميها ساعتها كيس سطادي. ودي او ريبورت بيبقى حاجة واحدة بس. حالة واحدة بس. طب لو انا سجلت اكتر من حالة لو مستشفى راح لها عشر حالات واربع ده دول بنسميها كيس سيروس. عندهم نفس الاعراض لحاجة ندرة جديدة اول مرة شوفها بنسميها كيس سيروس. او هي كيس ريبورتس على بعضها. اكتر من ريبورتس. طب ده كان كله حسب الان. لو نفتكر من الصلاة ده ان. طب حسب الطايم مو ده قلته ان الكهرتس دي ممكن تشتغل على مستقبل او ممكن تشتغل على الموضوع الي جيب معلومات من الماضي او مستقبل. الكروس سكشن العاسابي المسال قلنا بنستقر في الوقت الحاضر. الكيس كونترول قلنا ان احنا بنشوف الناس دي تعرضت للفاكسين والا لا. لانهم ده وقت مرضى ترخضوا الفاكسين ولا لا. فانا بالتالي برجع للماضي بتاعهم. الكلينات الهي ترائلز بتديني اهداف ده الفوتشر او بتشتغل على الفوتشرز. مستهد بالي يعني. طب ب Vancouver البرائمري او سيكوندري البرائمري هي اللي بتطلع بمعلومات جديدة اولية اول مرة البحث اليانية عرف عنها حاجة فمتسميها برايمري اسش لكن السيكوندري هي ما هي الا ان انا بجيب البيانات اللي تم الحصول عليها من البرائمري اسش وعملها اناليسس وعملها ريفيونج حاجة مهمة اوية بالنسبة له البرائمري والسيكوندري اسش اللي هو احنا اصلا comment للطلبة ثلاث انواع من الستودي يعني اسهل ثلاث انواع من الستودي الطلبة تقدر تشغلها هي systematic review و meta analysis او literature review او narrative review على حساب اسمه و cross sectional study دول اسهل ثلاث ستودي الطلبة تقدر تشغلها هنشوف الستودي دي بتتصنف ازاي و مدى قوة ال evidence بتحد كدليل اقدر اعتمد عليه قوي ولا غايف عايزين يشوف البرائمري ريسر فالبرائمري ريسر اللي بيندمج داحته الانم الستودي والليبراتور استودي وبيندمج داحته الكيس سيراس والكيس ريبورت والكيس كونترول والكوهرت والراندر دول كلهم يعتبروا برايمري ريسر بينتجوا عنهم معلومات جديدة اولية البحث العلمي مايعرفهاش طيب في عندي فقمة الهرم دا الهرم دا يسمى evidence based medicine pyramid او الطب القائم على دليل الهرم الخاص بيه في القمة هنلاقي عندنا systematic review والmeta analysis احد انواع secondary research طيب في نوع تاني من secondary research اسمه narrative review narrative review دا يصنف في موقعه في الهرم في المكان دي بالزبط دي مكان دا narrative review دا غالبا اللي الكوليات هتطلب من الطلب ان هي هتشتغل فهو هيكون محل كلامي في باقية الفيديو او في فيديو تاني عشان خطر وقتكم و كده narrative review دا هتكلمكم بلوقتي عن structure بتاعه و steps بتاعه انا حبيت اعرفكوا صورة عامة عن يعني ايه اصلا medical research ويعني study design اللي هو و ازاي انا ممكن اشتغل بقى دا اللي هنتكلم عليه بعدين بس اهم حاجة انتو تبقوا فهمين ان في حاجة اسمها evidence وبستمدسا و دا ان شاء الله يكون للفيديو تاني اا حاولوا بقدر امكان السورة بي تكون مالبعا في دماعكم لان دي مهم اوي انتو بقوا فهمين ان secondary research هو دلوقتي فيه من نوعين هما اتتبقوا اعلى evidence ممكن نعتمد منها على البيانات اللي هو Systematic Review والMetal Analysis بالنسبة بقى للنراتف ريفيو فالنراتف ريفيو ده عشان اعمله ببدأ من خلال ان انا بكتب title يعني هو custody مثلا قدامي خلصانة باشتغل على title والintroduction والmain text وconclusion وreference التائتل مثلا على سبيل المثال ان انا اطلب مني في الكلية ان انا اشتغل على توبيك زي مثلا حجم الليمف نود في حالة الليفرس الوزس واللي تشينجز اللي بدي احصل فيها فانا ببدأ اشوف التشينجز في الليمف نود في دورنج الليفرس الوزس ببدأ ابحث وابدأ اكتب title التائتل في التريتشال ريفيو او نراتف ريفيو بيبقى بعد سؤال واسع مش سؤال محدود بكتب introduction الintroduction بتكتب من 3 براجرافات اول براجراف هتكلم في ايه مثلا عن الليمف نود ايه هي اصلا يعني الليمف نود وايه الي تشينجز اللي ممكن تحصل في الليمف نود التاني براجراف بتكلم فيه عن ليفر سيروزس وايه ايه هو ليفر سيروزس وبيحصل ليه وطبعا نيبقى بتبقى براجرافات صغيرة لانها في الintroduction التالت براجراف بتكلم فيه عن الهدف انا هبقى عمل ريفيونج للبيانات اللي بتطلع تقول ان فيه تشينجز بتحصل فيه الليفر مثلا بيانت وجاع انها تأثيرات بقى على الانتصايز بتاع الليمف نود وعشيب بتاعها يعني ميكروسكوبك شكلها بيتغير حجمها مثلا بتجبر بتظهر الحاجة دي كلها بابدأ منتكست بعد الintroduction على طول المنتكست ده هو قلب الاستودي الباضي بتاعها بمعنى ان الاستودي دي المفروض بتبقى كونه من جوه من اربع او خمس من ثلاثة على اربعة لخمسة الزائد يعني انا اتكلمت فوق الانتروداكشن بشكله مختصر بالباكجراوند عامل اما جوه في المنتكست بشرح يعني ممكن اشرح عملية ليفر سروزيس كاملة بس في البراجراف مثلا ما يزيتش عن صفحة وبشرح بعد كده مثلا اللي تشينجز اللي بتحصل في الليمف نود وممكن اللي تشينجز دي بقى تبقى على حسب حاجات مختلفة او بشرح الليمف نود مثلا في اماكن مختلفة فكل نوع مثلا يبقى في صفحة اللي واحده فبالتالي بقيت لعندي اربع خمسة كاشن في البادي بتاع الاستادي بعد كده بقى ارى الكلام ده كله واشوف انا استنتجت منه وافهمت منه ايه واكتبه في صورة conclusion بتاخد ناس عن صفحة او اقل وابدأ اكتب الرفرنس بتاعتي الرفرنس اللي مهمة قوي من حيث انا هعملكوا فيديو تانية شفح لكم ازاي تعملوا الرفرنس وترتبوها لانها مهمة قوي ان انتو بتمشوا استادي يعني جملة جملة في الاستادي بتكون لها citation في الاخر يعني لو انا بقول الليمفنود دي ارجن من ضمن الليمفاتيك سيستم فالجملة دي ممكن تكون فاكت فملهش ريفرنس ولكن لو انا قلت ان الليمفنود ديونج اللي فارس الروسس بيحصل فيها increase the size مثلا ومرفولوجيكال تشينجس فالجملة دي جبتها من بيبر بحسية قلتها فالجملة دي مثلا حطت من اقواس جنبها واحد وواحد ده ريفرنس موجود في الاخر يعني بعمله citation وقت باس نفس الوقت لازم احافظ عليك ارتيب الرفرنس وان شاء الله هشرح لكم برنامج اسمه مندلي برنامج مجاني سهل جدا في ترتيب الرفرنس عشان خاطر لازم تحاوظوا على الرفرنس ماينفعش حد يجي في نهاية الاسطادي ويكتب الرفرنس بتاعتي انا بحثت في بابمد وبحثت في ويكيبيديا وبحثت في ور ومسلا من ووب اوف ساينز او سكوباس او وهكذا لا ماينفعش انت لازم بتكتب من ريفرنس واحد واثنين وثلاثة واربعة وفي نفس الوقت وخمسة وستة او الاخر بقى حسب الرفرنس اللي معيك في نفس الوقت تبقى عملها citation فوق تذكرها فوق بترتيب معين وطبعا لو عندوكوا صور هتستخدموها تبقوا ذاكرين مصدر الصور دي وكتبين يعني معنى صح كابشن للصورة زي بظلط تكتبوا كابشن للفيسبوك كده في التحت الصورة تكتبوا كابشن للصورة في الاسطادي الفيجر دي مثلا بشكل الليمفنود قبل مثلا الليفر سيروزوس وصورة الليمفنود بعد الليفر سيروزوس وتقولوا مصدر الصورة فين ممكن يكون مصدرها ريفرنس واحد او توريفرنس او ثلاثة او اربعة عادي طب النيرتف ريبيو ده انا بعمله ازاي انا بعمله من خلال ان انا بجيب بقر الريبيو اوف لتريتشر بجيب الحياة اللي طلعت قبل كده عن الموضوع ده بده ادور عنه طب ادور عنها فين في الميديكال تدابيس الميديكال تدابيس دي كتير جدا انا هكتفي ان انا اقولك ان انتو بس تدوروا ببمد وجوجل سكولر وان شاء الله انا هعمل فيديو تانية هبقى اشرب حالكو فيه الستيبس دي خطوة خطوة عشان الناس تبقى شغالة مش بس بتسمعك الامنظري لاشغالة عملي فعلا عشان الناس هتشتغل ازاي الديتابيس انا بس هكتفي بببمد وجوجل سكولر ليه لان في ووب اوف ساينس بس فيه اوب اوف ساينس ده عشان تدخله محتاج ان انت تبقى عندك اكاونت على الاي كي بي او بنك المعرفة المصري فيه ناس مش عندها اكاونتات علىها بنك المعرفة المصري وهتبقى متضررة طب عامله ازاي عشان تتفادى الحد دي واهم حاجة في بنك المعرفة المصري هو رقمك القامي وخلاص مش محتاج اكتر من كده اي ملعا عادي هتسجل بيه هو مهم بس رقمك القامل لانه مش خاص قلا بالمصريين يعني العرب لا او الناس الاجانب لا برضو مخاص بالمصريين وتبدأ تدخل لجوه الموقع تجيب المصادر بتاعته والمصادر الاجنبية وتبحث من خلاق ده تباسي طبية كتير لجوه ان الموقع موفرها لهم مجانين ووب اوف ساينس ما بيفتحش مجاني ابحثت عنه الدولة موفرة مجاني فليه حاجة كواسة جدا وهو سكوباس ومواقع طبية كتير بتبقى بفلوسة هنبحث بالميديكال تدابيس ونطلع بالمعلومات نبدأ نجمع الستوديز اللي لها علاقة مع الموضوع بتاعنا نبدأ نكتب وانا بكتب بعمل حاجة سمعها يعني انا مثلا بقرأة في الستودي الستودي دي عجبني فيها الجملة باخد الجملة كوبيبست الجملة دي لها ريفرنس باخد الكوبي برضو اسم الريفرنس كامل الريفرنس تحت بيبقى متكون من اسم الأوسر وفاصلة اسم الستودي فاصلة السنة اللي طلعت فيها الستودي فاصلة اسم الجورنال الستودي دي منشورة فيه باخده برضو كوبي وبحطه معي ببدأ اعمل للجملة اللي اخدتها الكوبي دي حيسمها برافريزنج قعدة صيغاه بعيد صيغته وبعد كده بعملها تشيك بلاجرزم بشوف محتوى السرقة الأدبية اللي في الجملة دي ولازم الجملة بتاعتي تبقى خالية من البلاجرزم مفيش فيها بلاجرزم خالص وبرامج البلاجرزم برامج انلاين وفورفري جدا وموجودة كتير قوي على جوجل وبرضو هعرفكم ازاي تستخدموها بعد كده بقى بنرتب الرفرنس يعني انا كتبت الجمل اعمل اخد جمل كوبي بست من حتة مختلفة ببدأ ارتبها واقولكم ازاي ترتبوها بتتخدم برنامج ميندلي وازاي اعمل صيتيشن محترم وازاي اطلع بيبرة محترمة مفيش فيها سرقة أدبية اقدر من خلال كده ابنها بتعلمت يعني ايه زاي اكتب ريسرش وبعد كده اقدر بعد كده اعمل استوديس تانية انا ان شاء الله مش هكتفي بس بالنراتف ريبيو انا بس باشرح النراتف ريبيو عشان خاطر الباحثة العلمية للكليات هتطلبها ان شاء الله ولكن هكتفي بالقدر بتاعه بس ولكن ان شاء الله بعد كده هبقى اشرح اشرح للسيستماتيك ريبيو كامل للناس اللي عندها اكسبيريانس في الريسرش ومحتاجة السيستماتيك ريبيو واشرح كامل ان شاء الله وازاي بنشتغل برايميري ستادس واشكرون